استعداد ليزي للاستحقاق الانتخاب يقابلها استأنف الحملات الانتخابية للمتنفسين وفي إطار دعمه للشباب والدور اللي قاموا به في الحركة السياسية والاجتماعية البيجي قايد السبسي مرشح نيدي تونس في لقاب أعضاء مركز المسايرين شبين اللي قام بثقت عليه جملة من المقترحات تهم الاستثمار والاقتصاد اللي اكتشفوه مع رحمة كامونا أنا أمن ياسر بالشباب أما الشباب الواعي والمتهيئ في إطار دعمين منيخ ملائم للاستثمار خلال الحكومة القادمة وإعطاء الشباب المسايرين المؤسسات والمشاريع فرصة أكبر للخلق وظروف عمل أفضل نظم اليوم مركز المسايرين الشبين للمؤسسات لقاء مع البيجي قايد السبسي كامو رشح للرئاسة للتحاور معه حول تصور لعمل الحكومة القادمة وما هي أهم الخطوات الممكن اتخاذها فيما يخص الشباب وتسير عملية الاستثمار ومواجهة مشاكل النظام الضريبي في حال فوزه في الانتخابات القادمة خلال كلمة اللي ألقاها أكد السبسي على تعويله التام على الشباب بما أنه جيل مستقبل واللي بشي يحمل المشعل ويقود البلاد إلى بر الأمان يجري جيل مش يواصل المسيرة بش نلتحق بالدول المتقدمة لأننا أحنا فالثلاث سنوات أخرنا وحتى لو كان ما تقدمناش وقت اللي الدول قاعدة تقدم ولهذا الهوى اللي تفرقنا بين أحنا وبين الدول المتقدمة كبيرة يجب أن نداركوها شكون يجب أن نداركها الشباب لكن يجب أن الشباب يكون متهيئة ويكون متكون ويكون متكون بصيفة عصرية حسب النواميس العصرية أشدد الباجي قاعدة السبسي على ضرورة تكوين الكفاءات الشابة حتى تتمكن من أخذ فرصها في الحياة العملية كما ثمن دور المركز في تكوين الإطارات الشابة من مسايرين اللي سهموا بشكل كبير في إنعاش اقتصاد البلاد بعد معانا الكثير من الهنات في ثلاث سنوات الأخيرة وقال زيدا أن الشباب لازم يقول كلمته خلال الانتخابات القادمة يظهر وأن حسب البعض أن الشباب محذر شي برشا في الانتخابات أحنا نقوله إن شاء الله الشباب نهيوه باش وقت اللي نكملوا المسؤولية متاعنا نخليولهم دولة نظيفة ودولة قادرة على مجابات الصعوبات وكذلك أيضا هي وجيل اللي نجم يتحمل يخو المقعد المقود ويواصل تونس نحو مزيد من التقدم ومزيد من الرقي إلى أن يارث الله الأرض وما عليها وخير الوريفين وتحدث السبسي عن الوضع العام اللي عاشته لبلاد واترح جملة من التصورات اللي من شأنها المساهمة في معالجته وكان لها وقع إيجابي على الحاضرين الكلام بتعسير بيجي اليوم اللي كان أي مساير يستنى فيه معناها يطمنا على الأمن الاستقرار التطبيق القانون هذا هو نطلب معناها نطلب نطلب المؤسسة اللي يستطيع هذا وبشتتواصل لقائد المركز بمرشحين أخاني للرئاسة على غير المصطفى كامالي نابلي أحمى الهمامي